بقضايا الصناعة والاستثمار وصل الحوار الوطني جلساته النقاشية بحضور كثيف لمختلف الطيارات والفئات والخبراء على مستوى المحور الاقتصادي لجنة الصناعة ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري بجانب تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية فيما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي الدكتور بهاء ديمتري أكد أن جلسات لجنة الصناعة تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم في وصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي القومي بنسبة 35% آخر إحصائية ظهرت أو رقم جلنا أن الصناعة المصرية سهمت في إجمالي الدكتور القومي ب16% والحقيقة طبعا هذا رقم متواضع جدا جدا بالنسبة للطبيعي وليس المأمول فلما بنطمح لأننا نكون من 33% إلى 35% نحن عايزين نوصل للطبيعي اللي المفروض أرقام الميسانيات ديت والسوق دوت وعدد الشعب دوت والإمكانيات اللي عندنا ديت عشان نبقى عاديين نبقى 33% يعني ضعف اللي بتحقق النهاردة ده بيتطلب إيه؟ بيتطلب أن أولا يكون عندنا النية الصادقة والإرادة والرغبة أولا السياسية ثم الاقتصادية لإنشاء بيئة استثمار جاذبة وقوية تشجع المستثمرين وفي القلب منهم المستثمرين الصناعيين على العمل وعلى الانتاج وعلى الإضافة للاقتصاد القومي بطرق شتى كلنا عرفنا في جلسة لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني أكد ممثل الأحزاب أهمية ملف الاستثمار حاليا في مصر لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها من جانبه ثمن مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني الدكتور سمير صبري ثمن ما قامت به الحكومة منذ عام 2014 من إصلاحات اقتصادية عدة مؤكدا التطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى 65% الأمر الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري يجب أن نشيد أيضا بما قامت به الدولة المصرية منذ العام 2014 من إصلاحات اقتصادية وإصلاح في البنية التحتية والدولة التي استطاعت حينما قررت تحت قيادة سياسية واعية وحكومة رشيدة أن تحقق طفرة غير مسبوقة في البنى التحتية وتحسين الحياة العامة للمواطنين وأيضا حينما قررت القضاء على فيروس سي وتناقش لجان الحوار الوطني ملف أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة حيث وضعت الدولة المصرية استراتيجية تنموية تضمنت أولوياتها في المرحلة الراهنة والتي ارتكزت على رسم خريطة استثمارية وتحديد رؤية استثمارية يلعب فيها القطع الخاص دورا رائدا وبما يتماشى مع أهداف مصر الاقتصادية والمالية والسياسية ترجمة نانسي قنقر